السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيادة باش مهندسين احيانا بيبقى عندك مثلا دور شغال فيها او منشأة تشطبه وتلاقي جال الراجل المبيض المحارة بيقولك يا باش مهندس اخشن ولا ما اخشنش طيب يخشن يعني ايه يخشن يعني ينعم يعني ينعم السطح تنعيم السطح ده بيبقى بعد الضهارة بعد ما هو ملت ضهارة يعني وسواها بساعة او ساحتين يجي مسك البروة ويجي منعم السطح اللي هو يسموه يخشنه يعني طيب احنا بنخشن ليه اصلا احنا بنخشن عشان نحافظ على سطح المحارة يكون ناعم واملس ليه بقى برضو عشان نعمل عليه دهانات لو حضرتك هتعمل على حطت تحتك دهانات سواء دهانات بلاستيك سواء دهانات زيت فالمفروض المحارة تكون مستوية تماما متخشنة تماما اللي هي متخشنة يعني نعمة يا باش مهندسي نعمة تماما وتستلم التخشين بتاعها كويس جدا طيب لو عندك بقى حطة كده المفروض المحارة قال لك باش مهندسي الحطة ده مش مستهل اللي هي تتخشن اخشنها لك ليه هو احيانا بيبقى عنده حق ليه بقى الحطة دي مثلا ممكن يبقى انت مركب عليها أرخام هتركب عليها أرخام بمد او ايا كان هتركب عليها أرخام فمش مستهل ان انت تتنعمة ده بالعكس خليها خشنة افضل الحطة ده مثلا هتركب عليها تجليد خشب برضو ما تخشناش سيبها زي ماي هتحط العلفة بتحتك وتجليد الخشب بتحتك عادي خالص بس شرط انها تكون مزوية صحة ومتأكسة صحة ومتربعة صح ما يكونش معواجة يعني بس في التخشين والسططح نعم او خشن مش شرط عادي خليها خشنة مش نعم ده بالنسبة لحطة بتاعت التخشين او السططح نعم او السططح خشن شكرا ونسيلا عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة